نقره بسرعة بسرعة وبعدين نكمل معا كريستين طيب معايا ايه معايا كوبايتين رز بسمتي معايا نص كوبايت زبيب ملح وفلفل وكاري كركم وقرفة وزيت بسيط جدا جدا عملنا الرز البسمتي مع بعض كتير جدا وطريقته سهلة جدا وبسيطة جيب بس كده معلقة وبعدين نشوف هاي كريستين قوليلي بقى نكمل العرض بتاعنا هزين نقول العرض معايا تفصلين كده واحدة واحدة طبعا هو عمتها لو انا تجنبت مشكلة الجوة الهيستيري اللي انا بحس بيه في الشتاء طبعا مع الكورس بتاعي احنا الكورس بتاعنا اول كابسولة طبعا دي بسد الشهية بتكسر الخلايا الدهنية طاني حاجة الكابسولات دي معايا كابسولات تاني دي برضو بتشتغل على منطقة البط طبعا ليه عشان هي فيها دي بقى الكابسولات الجديدة اللي انا ضفتها على الكورس او دي جديدة دي اول مرة تنزل معايا او دي محتوية فيها التوت الابيض القهوة الخضرة اشر البندو ده كله يعني كفيل وعنده كدرة ومعروف بكدرته الهائلة على تفتيت الدهون اللي في البطن تمام بيشتغل على منطقة البطن بس الكابسولات دي فعالة جدا يعني دي رائحة للدهون اللي في البطن انها او هيا دي مختلفة عن اي عن كورس تاني ايه كابسولات دي لي في الكورس دي مختلفة عن اي كورس تاني تمام بيشتغل عن منطقة البطن فعاله جدا ومساريعه آآه قوية وهتفيد الناس اللي عندها دهون بس في منطقة البطن يعني ف дня بيكون عندها دهون بس في منطقة البطن سواء رائح يو اسيت او عشان الكاش وعلا والناس اللي هي والدة كيساري والحاجات دي بعد ولادة الكيساري طبعا في بطن ده كله هي بتشتغل على النوع دي بتخلصنا من الدهون القديمة بتشتغل على الدهون اللي احنا بندخلها عشان بالنسبة للأكل بتاع الشيطة اللي هو الدسم تمام يعني هي بتحارب ثمان الدهون الجديدة اللي دخلة اه اه يعني هنقضي على القديم ونحارب الجديد ده حلو الموضو ده عجبني طيب تعال انا اقول لكم عملنا ايه عشان برضنا بقى مركزين في النحيتين حطيت شوية زيتة عندي حطيت كل البهارات اللي احنا كتبناها اديتها بس تشويحة بسيطة عشان رحيتها تخرج معي وهنزل بالروز اهو شام الريحة يا كريستين ايه رايك في الريحة ريحة البهارات يا جماعة لما بتتشوح بتديني طعم حلو جدا نعم وحطها ناية هديها تقليبة وبعدين هضيف الزبيب لما انزل الماء اهو انا ما حطيتش لون ما حطيتش اللي هو زعفران البودرة انا حطيت كاري وكركم انا مش عايزة الروز بتاعي اصفر او انا عايزة بس يبقى فيه طعم الكاري وكركم من غير ما يبقى يعني لونه اصفر او نكمل يا كريستين يلا انا معاكي عندنا تالك كابسولة يا جماعة دي بتشتغل على الارداف والفاخدين والدهر والدرعين تماما عندي كمان نقطة واعشاب النقطة بتعلي الحرقة كني بلعب جيمه بالزبط ساعة او ساعتين سواء انا قاعدة في البيت انا بحرق نايمة انا بحرق الحرق عندي هي بتعالج النقطة الكرسي بتاعي في ميزة ان هو بيعالج نقطة اصلا الحرق ان هو بيخلي بدل ما هو ضعيف لا بيعالي الحرق طبيعي طبيعي الى حد عنده مشكلة في الحرق او مريض غضة احنا كلنا عندنا اصلا مشكلة في الحرق والحرق عندنا بعافية اه اه واخد له تعسيلة ومش راضي يقوم اه فطبعا النقط بتقوم بالدور ده عندي الاعشاب دي بتنقج جسم من السموم بتنزل مية الزيادة في الجسم عشان في اكترية الناس بيكون عندها مية بدل الدهون اه كمان بتعلي الحرق يعني انا عندي يا جماعة تلك كابسولات كل كابسولة ليها وظيفة اول حاجة بيسد الشهية تاني حاجة اه دهون البط بتشتغل على دهون البط تالت كابسولات اللي هي بتشتغل على الفخزين والدراعات والضع دي حلوة جدا معي النقط والأعشاب بيعلون الحرق وبينطل جسمه من السموم وده عليه عرض وده عليه خصم طبعا والكرسى يقضي معي ثلاث شهور ثلاث شهور ده ممكن ينزل كمية الدهوم بتاعته كلها في الثلاث شهور دول او طبعا الشيطة طبعا ده هي تطلعي منه خاصة خالص يعني ما عنديش اي دول ده في حاجة ده هو ناس بتدارى في الهدوم الشتوي عشان بتبقى كتير يجي صاف يدخل نتصدم بوسي هي المشكلة الوحيدة اللي هي بتقابلنا في الشتة هي الجوة او اللي احنا بنبقى جعانين على طول ده طبيعي جماعة عشان احنا بنحرق وإحنا قاعدين أصلا او فده اللي بيخليني اللي انا في الشتة بحيس اللي انا بك جسمي محتاج طاقة عشان يعادل الدرجة اللي بره من الجوة ايو فبيبتدي انا جوة ايو انا دلوقتي قاعدة فطبعا انا بحرق فبعوز ده يكلها على طول باستمرار انا جعانا حاسة اللي انا محتاجة سكريات وحلويات اللي انا اكلها كتير اه طبعا انا بحوزها كل الحاجات دي احنا لو تتجنبنا المشكلة دي انا هطلع اه فقدة وزن غير ما يكون زيدة وزن صح اكتريت الناس 90% او 80% بتطلع من الشتة اه وزنها ضعف انا عارفة دايما قصة ان انت لو عملت ريجيم في الشتة هتخصي اكتر بكتير ما تعملي في الشتة احنا مش هنعمل ريجيم بقى احنا الكورس بتاعنا ده هيقوم بالمهمة دي هينظم لك كل حاجة اه بالعكس هيفتت لك الدهون اللي عندك هيزبط لك جسمك هيعليلك الحرق هيسد الشهية اهم حاجة سد الشهية في الشتة اللي انا شهيتي اكون حاسة لنا على طول اللي انا شبعينة عشان الكورسي بتاعي بيعتمد على نسبة حوارك عالية ونسبة الياف تمام هو اكتريت حاجة فيه اه هو بيتميز بدا وكمان بيعالج النقطة بيعالج المشكلة بيعالج النقطة اللي عندي مثلا سواء في الحرق سواء في الشهية انا بعد مخلص الكورسي ده بعد ثلاث شهور انا احس كمان اللي انا طبعي اما باجي اكل انا طبعا احس اللي انا ما باكلش زي الاول مش بارجع لطبيعتي بالعكس اللي بيه هو بديل عملية تكميم المعدة بيصور حجم المعدة فبالتالي اما باجي ارجع لطبيعتي تاني ما بتخلص زي الاول اه مرحلة التثبيت مرحلة التثبيت طبعا ما باجي تابع انا بحس اللي انا برجع تدرجين للأد بس واحدة واحدة حس اللي انا اه الموضوع يعني ايه بيبقى تدرجين زي ما خستينا تدريجين أو تقلنا تدريجين برضو لازم نخيص تدريجين طب احنا ناخد فاصل صغير